وصلنا معكم مشاهدينا الفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر ومكملين كلامنا عن البر والصدقة والإحسان وبرحة مرة تانية بدوفنا الشيخ حمد أهلا بك الله يخليك يا رب ويحفظك ويكريمك ويستورك يا رب ونسى الله عز وجل أن يسترنا بساتره الجميع زي ما بنستر عباد رب العالمين ربنا يسترنا أنا بس عاوز أقول للاستاذ المشاهدين أن احنا النهاردة محتاجين في وصية كده احنا محتاجين ننفذها على الأقل على الأقل نبدأ يعني خطوة خطوة على الأقل نعملها ولو مر في الإسبوع أنا ما بقولش كل يوم لغاية لما نتعود عليها مع الأخذ بالأسباب والسعي المستمر في المسألة دي اللي هو في النهاية أروا الله من أنفسكم خير احنا كلنا مقصرين نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يتوب عليهم من أنا محتاج إلا أنا كنت عبد لله فأقول له آه طبعا أنا عبد الله وما العبد المين أقول له كويس أما عنديش مشكلة في ده بس أنا محتاج إلا أنت أنا وإنت ها والسادة دعاء والناس السادة مشاهدين نبقى نكون من أخص عباد الله تبارك تعالى زي ما كنا قبل الفاصل وإحنا بنقول له رقاية جميلة إن أنت ربنا يكلمك وتحفظ القرآن قصر اللي بيحفظ القرآن بيبقى ده له خصوصية خاصة إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخصته فواحد يقول لي وأنا محتاج لها أكون من أهل وربنا برضو يعني من عباد الله اللي هم الناس الخصوصية دول بتوع رب العالمين يعني ها المخصوصين دول الناس اللي هم ليهم ميزة فأنت ممكن يكون لك ميزة اعملها ولو مرة في الأسبوع ربنا بيقول في صورة الذاريات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا مش قادر دي مش قادر أعملها طب أعمل إيه؟ ركعتين صلي العشة صلي السنة ركعتين قيام الليل صلي ركعة الوتر بنية قيام الليل خلاص ويضبط على كده ويضبط يومك كل يوم بعد صلاة العشة تعمل كده طب أنا لو عملت بالسماء ودع ربك إنه ربنا يحبب إليك قيام قيام الليل يبقى ده نقطة مهمة جدا يا مولانا بس أنا نفسي ما تزودش امشي كده وإيه؟ خطوة خطوة لغيت لما ربنا يكرمك تبدأ بقى ممكن تصحى في التلت الأخير من الليل نص الليل تقوموا الليلة كلها تعمل لتعمله بس الموضوع ما بيجيش إيه؟ بيجي كده خطوة خطوة النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن هذا الدينة متين فأوغل فيه إيه؟ برفق ما بدخلش كده باهج مراح لإنك مش هتعمل مش هتعمل هتتقطع تماما عن دين رب العالمين وعن الطاعة واحدة واحدة يا مولانا طيب أعمل إيه بقى؟ كانوا قليلا من الليلة ما هجعون طيب أنا صليت ده قدرت أقوم قبل الفجر إن شاء الله بعشر دقايق أستغفر ربش كان ابن عمر يعمل الكلام ده أول ما يجي سيدنا عبدالله ابن عمر يقول لي نافع يقول له نافع يصلي 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 أسحرنا؟ يقول له لأ يكمل صلي يجي بركتين ها فاضل قد دي على وقت الصحر يقول له لسه وبعدين لما يجي وقت الصحر يقول له جيه وقت الصحر فيعمل إيه؟ يقعد فيستغفر ربه طيب يا ابن عمر قال قال الله وبالأسحار هم إيه؟ هم يستغفروا إيه نقطة الثالثة اللي احنا محتاجين بقى ودي سهلة نعملها وفي أموالهم حق للسائر والمحروم على الأقل لا نحرم أنفسنا من لو مرة كل أسبوع يبقى احنا بنخصص صدقة كده جزء من المال ولو بسيط جدا للفقراء والمساكين طيب احنا نشوف دلوقتي أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فذكر ونرجع لكم مازالت مؤسسة فذكر مع أهلينا وإخوتنا في قرية بني حلة بني حلة معلش بني حلة بمحافظة بني سويف ومعنا حالة جديدة من الحالات هنتعرف عليها حالة دلوقتي اسمك إيمان عشر إيمان عشري إيمان عشري عندك كم سنة؟ عندك اتنين واربعين سنة ربنا يديك الصحة يا رب متجوزة؟ جوزة متوفة الله يرحموا بقلوا كم سنة؟ بقلوا يجي تسح سنة ولا عشر سنة الله يرحموا عندك منه عيال؟ عندي أربعة أربعة؟ سنهم بنات ولا صبيان؟ جوز وجوز جوز وجوز يعني ولدين وبنتي تمام؟ عندهم كم سنة؟ البت الكبيرة عندها تمنتاشر والصغيرة عندها ستتاشر والوضع عنده يعني قول حوالي أربعة تاشر سنة طيب هم تعلموا ولا ما تعلموش؟ طلعوا من المدرسة عشان بيشتغل طلعوا من المدرسة عشان طبعا بيشتغلوا طبعا لأنهم هم فقدوا الأب العائل والسند بتاعهم من تسع سنين من تسع سنين تمام حضرتك بتشتغلوا إيه؟ بيشتغلوا يعني اللي يعز ببصل اللي نقي طماطم اللي يجنح فلفل على الله يعني يعني في المزارع القريبة منكم مزارع الفاكهة والخضار والحاجات دي ربنا يا ربي يعننا ويعنكم ويقوينا ويقويكم إن شاء الله الله يكرم جوزت حد ولا لسه؟ جوزت البيت الكبيرة يوم جوزتيها؟ جوزت وجبت لها الحاجات بس أحب الحاجات اللي أنا بغضاها منه قال إن ما جبتش الفلوسة نرفع عليك الوصلا يعني أنت كده برضو غارمة وعليك دين برضو بسبب جواز البنت 35 أو 40 ألف جنيه دين عليكي بسبب زواج البنت تمام؟ سدتيه وماللسه؟ طب بس 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 تعياطي ليه؟ بس بس صلى على النبي ولا أبدا المفضوع بسيط خالص إن شاء الله بإذن الله تعالى هتجوزي هتجوزي التانية بإذن الله تعالى وهتجوزيها من وسع وهتسد دينك ولا تعياطي ولا تزعلي دكتور محورني على مصر ريحة له النهاردة الساعة أربعة هبايت عند أخويا في أكتوبر وأصبح أروح له في الجيزة المستشفى الجزاء اللي أولئ معي يرسبحها ريحة يعني كمان أنت عندك عندك لا يفعل كبت برضو معي عندك لا لا مش مشكلة مش مشكلة إحنا كده كده اطلعنا على الأوراق والإخوة الكرام اللي القائمين على المؤسسة اطلعوا على الأوراق تمام عندك إيه حضرتك عندك في عينك عندك عندها عملية في عينها تمام طيب أنت بتعياطي وهتوجع عينيك خلاص يا ستي ولا تعياطي حاط اهدي بس صلى على النبي ولا اللهم صلى عليه إيه اللي عندك في عينك عندي يا سحابة دخلت عالكرانية تعالين قالني هتغير عدسة خاص عايزة تغيير عدسة في عينك اليمين ولا الشمال الشمال طب دي ده بسبب إيه الزعل والتفكير والعصبية والهم اللي محطوط على رأس الواحد لا زرعة ولا ألعة ولا بيت ولا حاجة عطا تكلفة العملية في حدوث والله أم قالولي يا تبقى غالي عليك بس أنا قلت إن كان أعرف أعملها على حساب النفأ قالوا لا ما لهاش بره عمليات دي على حساب نفأ على نفأة الدولة يعني ما لهاش عمليات اللي لزمان خصوصي وكن يعني يكون دكتور يعني استشار يعرف يعملها مش أي حد يعملها وعندك إيه تاني بتقولي على الكبد؟ تقوليه في كبد لا أحضر على القوة إلا بالله أنا هبرت في أي حاجة برقع الدم من إيه؟ برقع الدم أنا هبرت في أي حاجة وباخد حونا كل شهر عشان بطني متعباش أمي المهابرة دي يعني من الشغل ولا من؟ أنا ما بقدرش يشتغل ولاد اللي بيشتغلوا علي ربنا يا ربي يعينه ويعينك ويشفيك ويعفيك ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله بإذن الله تعالى ست إيمان يعني عليها دين 35 أو 40 ألف جنيه بسبب زواج البنت الأولانية عندها عملية في عينها برضو تقريبا نفس التكلفة عندها عملية في عينها برضو تكلفة قريبة من كده برضو في حدود 30 أو 40 ألف جنيه ربنا يعيش فيها يا ربي عندها تليف في الكبد ربنا يا ربي يشفيها ويعفيها ويجعله في ميزان حسنتها مش كتير أبدا على أهل الخير لإني الثواب الجنة الثواب الجنة مش كتير أبدا على أهل الخير إن هم يقفوا جنب أختنا إيمان ويساعدوها ويقدموا لها يد العون ويدخلوا السرور والفرحة على قلبها هي وولدها بعد ما فقدت زوجها وعائل الأسرة ويعني عندها أكثر من ابتلاء ربنا يا ربي يعينها ويأويها إن شاء الله ويجعلها من الصابرات المحتسبات إن شاء الله رب العالمين مؤسست فذكر بيتذكر حضرتك واتناشد حضرتك أهل الخير ورقال الأعمال والناس اللي بيحبوا فعل الخير وبيحبوا الصدقة وبيحبوا التقرب من الله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فعايزين نرسم البسمة على وجه الست إيمان ونبدل دموعها وعيطها ذوت لفرحة وسرور إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى احنا صورنا الحلقة موافقة زيعي ولا لا؟ سبعة لله سبعة لله طيب على الله ربنا كريم إن شاء الله أرقام مؤسست فذكر ظهر قدام حضرتكم على الشاشة وبالنشدكم إن احنا نسارع ونبادر في إن احنا نرسم البسمة على وجه الست إيمان ربنا يا رب يغفر لنا ولكم إن شاء الله رب العالمين شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية زير 12 77 67 97 88 أو زير 10 555 99 8 وهيوصلك من دبنا لحد باب البيت شفنا طبعا تقرير الست إيمان حاجة مقسوية حاجة إحنا لسه كنا بنتكلمة هوات بنقول في الآية إحنا عاوزين نكون من أخص عباد الله تبارك تعالى طبعا كيف أصل يا أخواني يعني أنا منتظر إيه لما أكون شايف حالة زي كده وأنا ممكن على فكرة هي جنيه يعني جنيه مع جنيه مع جنيه يقدر يعمل ده لكن هو ربنا سبحانه وتعالى عشان تبقى بقى يعني أنت من أخص عباد الله المثالة صعبة لأن ده بتلقى وعشان كده ربنا بيقول لك يعمل الحاجات دي من ضمن الحاجات وفي أموالهم بقى حق للسائل والمحروم محاولة ولا قوة إلا بالله طيب نشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر بسم الله الرحمن الرحيم ما زالت مؤسسة فذكر مع حضراتكم ومع إخوتنا وأهلينا في قرية بني حلة في محافظة بني سويف ومعانا دلوقتي حالة جديدة من الحالات اللي قابلتنا هنتعرف عليها ونعرف مشكلتها إيه زاكي حق الله سلامه كويسا الحمد لله اسمك إيه اسمي حمير أم إيه أم هيبة وم زينب وم هاجر وم منجة وم فاطنة يعني أنت عندك كاما؟ معايا خمس بنات معاك خمس بنات تمام وجوزك فين؟ جوز متوف الله يرحمه من قد إيه؟ بقاله ست سنين بقاله ست سنين ومعاك خمس بنات الخمسة أسماءهم وأعمرهم أو سنهم عندي واحدة عندها تسحتاشر واحدة عندها تمنتاشر واحدة عندها سباح أيها خمستاشر واحدة عندها سبحتاشر واحدة عندها تساح سنين ربنا يا ربي يبرك لك فيهم الحجة حميدة معاها جواز مرور أو جواز دخول للجنة مجانا مجانا خمس بنات أبوهم توفي من ست سنين حملت هي راية الكفاح والجهاد وكيف تكافح وتجاهد عليهم الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وأعنها إنها جوزت كم واحدة؟ نجوزت أنت بس عليها هنعرف حالا ربنا أكرمها وعنها جوزت اتنين من البنات متجوزين بقى لهم قد ايه لهم سنة هم ماتش لهم سنة يعني اذا هي اللي شالت الحمل كاملا بعد وفاة والدهم الله يرحمه الستات اللي زي دي تاج يتشال على الراس وانا كنت لسه بقول لحضراتكم من شوية معاها جواز مرور للجنة ببلاش لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الراجل او الست اللي هو من على حضرة النبي محددش راجل او ست من على ثلاثا من البنات تلت بنات فأوهن وادبهن وعلمهن وانفق عليهن حتى يتزوجن كنا له حجابا او سترا من النار الحجة حميدة ربنا يبارك فيها يا رب جوزت آآ بنتين هنعرف منها ايه اللي حصل انا والله جاهزتهم كنا بنشتغل يعني وبنعنم بعضينا وجينا فزنانا يعني وكدتي فجينا روحنا جبنا جواز البنات يعني جاهزتيهم است ايه طبعا اه رفع عليه الشيكة عشان انا مش قدرة السدد يعني وبشتغل في الجبل انا وهم بتشتغلي في الجبل ايه تشتغلي ايه في الجبل بنجمع طماطم فيلفل اه نشتغل يعني زرع يعني في الجبل اه زارع مش مش في الحجر ولا اه 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 انتو عندكو اه قريب منكو هنا ايه تمام في مزارع في الجبل فبتروح تشتغلوا في جمع الطماطم في الفلفل بتاع اه جميل تمام ايه بيرروح انت انت والبنات اللي ما تجوزوش ايه يعني التلاتة اللي لسه ما تجوزوش بيشتغلوا محاكي ايه يعني حضرتك طيب يعني حضرتك يعني حضرتك يعني حضرتك مديونة ايوه بخمسين الف بخمسين الف والراجب اللي انت كنت بتاخد من عنده لقصات ايوه تراكم عليكي ايوه المبلغ ايوه فمصبرش عليكي لا لا ايوه 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 واخد عليكي حكم بالحبس ايوه معايا اجيب بتاع ده بيان من المحكمة يعني ام 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 حق حميدة احنا صورنا مع حضرتك اه عشان التقرير ده هيتزاع على التلفزيون حضرتك موث انزيع ربنا يسترع عليك حضرتك موث انزيع يا امي سبع لله ربنا يبعت لكل واحد بابرز موث انزيع سبع لله طيب الله المستعان ان شاء الله رب العالمين هنستأذن حضرتكم اهل الخير اللي بيتابعونا وبيشوفونا مؤسسة فذكر ارقامها موجودة قدام حضرتك على الشاشة اه رجال الاعمال واهل الخير والناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلهم سبب في رسم البسمة والفرحة على وجوه مثل هذه السيدات الغارمات عايزين نسارع ونسدد لها دينها مش بس كده لا ونشارك ان شاء الله في ان احنا نسطر كمان التلت بنات اللي بقين معاها ان شاء الله مؤسسة فذكر دايما بتذكر حضرتك بفعل الخير ودايما بتدل حضرتك على الناس اللي محتاجة للخير انا بنتي بيجي ولادي جوز بيجي لهم عرسان انا مش قادر اجهزم انا برفضهم عشان انا مش قادر انا مش قادر حاضر حاضر سمعين البنات بيجي لهم عرسان هي مش قادرة يعني تفتح الباب لحد عشان طبعا ظروفها ديئة فمش قادرة تجهز وكمان لسه عليها دين ومعرضة للحبس طبعا مؤسسة فذكر بتذكر حضرتكم دايما بفعل الخير وان احنا نمد يد العون لاخوانا واخواتنا المحتاجين يلا سريعا ان شاء الله نلبي لهذه المحتاجين ان شاء الله رب العالمين ربنا تقبل مننا ومنكم صالح الاعمال يا رب شارك معنا واتصل بنا على الارقام التالية زير اتناشر سبع وسبعين سبع وستين سبع وتسعين تمانية او زير عشرة خمسمية خمسة وخمسين تسع وتسعين تمانية وهيوصلك من دبنا لحد باب البيت عايزين تعليق اخير يا شيخا زي ما بدأنا وقلنا من خاص عباد الله عز وجل اللي هو في اموالهم حق يعني سبحان الله السائل والمحروم احنا محتاجين نقول كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون انسان هو من يعني يصل الى درجة من الدرجات العلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند الترمزي يقول انما الدنيا لاربعة نفر منهم يبقى عبد رزقه الله مالا وعلمه ربنا اداله مالو علم فهو يتقي فيه يا ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه اللي هو في اموالهم حقه ايه؟ معلوم للسائل والمحروم فهي ده اللي احنا عاوزينه يعني اللي هو يعلم لله فيه يشوف الفقراء والمساكين ويدي عليه وجبة الزكاء يخرج والله صدق تطوع ما فيش مشكلة عشان ربنا يكرمه فسد النبي روح ايلي بقى اللي هيعمل الكلام ده فهذا بافضل المنازل افضل المنازل عشان تاخد الدرجة دي اللي هو يا ربنا يديه لك المال فتبدأ تعطي تتقي الله عز وجل في هذا المال يعني تجيبهم من مال حلال وتنفقه في الحلال وفي الطاع فتصل به الرحم الحاجة التالتة اللي انت تعطي للفقراء والمساكين بشكرك يا احمد ومشاهدينا خليكم معينا بعد الفاصل